موسيقى مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رحب بكم جميعا من خلال هذا اللقاء ليماني المتجدد مع كتاب الله حيث نقرأ القرآن الكريم قراءة متأنية بأحكامه التجودية كما نزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا اللقاء أن يتقبل من هذا العمل خالصا لوجهه الكريم البرنامج مشاهدي الكرام هو برنامج تعليمي كيف نستطيع أن نقرأ القرآن الكريم بمخارج حروفه وأن نخرج كل حرف من مخرجه الأصلي كما جاء في عن بعض المتخصصين من أهل التجويد في هذا المجال في بداية هذا اللقاء مشاهدي الكرام نفتح المصحف على سورة البقرة والآية رقم 91 من سورة البقرة أرجو أن نكون فتحنا المصحف ويستعدين للآية 91 من سورة البقرة عشان نسمعها جيدا في بداية هذا اللقاء وقبل أن نشرع في القراءة للآية الكريمة أرحب بضعيفي الكريم فضيلة الدكتور السيد محمد أحمد عضو لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف مرحبا بك يا محمد دكتور مرحبا بك يا سيد مرحبا بك يا سيد محمد الخولي من يطبق الأحكام التجودية ويقرأه معنا هذه الآية المباراة مرحبا بك يا دكتور مرحبا بفضيلتكم مرحبا فالدكتور السيد يعني رأيك نستمع إلى فرط الشيخ محمد الخولي في الآية رقم 91 فضل يا مولاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين الله يفتع لك شيخ محمد يعني كما تعودنا في الآية دكتور يعني خلينا نبدأ والمشاهدة كده متابعة معنا القراءة للشيخ محمد الخولي وبالتأكيد هو يعني استمت وكان منصت معنا إلى موضوع الوقوف في الآية الكريمة إيه رأي حدك الوقوف في الآية الكريمة لفضل الشيخ محمد وإفعالها إيه صحيحة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا ورفعنا بالقرآن العظيم آمين وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم آمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وبعد فالقارئ الكريم بقراءته الطيبة سليم بإذن الله فلقد وقف واسترح ثم وصل إذا احتاج المقام إلى وصل ثم ابتدأ أو ابتدأ بعد ما وقف عليه إذا كان المقام يقتضي ذلك فالوقف والابتداء كما فعل القارئ الكريم بصوته الطيب الجميل لا بأس به وشيء جميل نعم الله يفتع عليك الدكتور السيد مشاهدي يا الكرام أنا عايز كل واحد منكم برضو يعني يخلي مصحف كده لهو خاص للبرنامج يتابع معنا في القراءة إذا يقرأ القرآن وبالألم الرصاص ويعمل عملية وقوف للآية الوقوف الصحيحة في الآية الكريمة بحيث تعمل فائدة على حراتك أو حراتك وانت بتشاهدين على الشاشة يعني ضد طور السيد لو جئنا إلى الآية الكريمة وقلنا هل ينفع بها بقى ابتداء في أول القراءة أو البدء في أول القراءة يعني لعلها صورة مستقلة برضو من أبيها صورة مستقلة وإذا قيل لهم يعني لو نظرنا إلى ما قاله المفسرون على هذه الآية أنهم قالوا وإذا قال بعض المسلمين لبعض اليهود آمنوا بما أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأنكروا سنؤمنوا بما أنزل الله على أنبيائنا فقال أقولوا لهم فإن كنتم صادقين فلما قتلتم أنبياء الله من قبل فهذه علامة كذبهم فالآية تحت صورة مستقلة صورة جديدة لعنات وتعنت بني إسرائيل مع أنبياء الله لا سيما النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إذا إحنا جئنا على الآية الكريمة وهي الآية طويلة وبتأكيد يعني في أحكام تجودية زي الغنة إحنا طاردنا لها قبل كده لكن أنا أريد أن تجيب لنا الأحكام التجودية الموجودة في الآية الكريمة الهامة والذي قررت لكده ممكن تمر عليها ميرال الكريمي للتذكرة فقط وإذا قيل لهم أمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا تكلمنا على الإخفاء ويكفرونا يعني لعل ما يستدعي ويسترعي الانتباه هو كلمة ويكفرونا بما وراءه الواو المرقخة جاورت الواو المفخمة وإن لم يعتني بها القارئ لخرجت الواو مفخمة هكذا وراءه إنما نريد أن نقراها وراءه كذلك وَهُوَ الْحَقُّ وَا وَالْلَّوَا وَا وَهُوَ الْحَقُّ لابد أن يعتني القارئ ويعمل فكيه في الرياضة كما قال علماؤنا وليس بينه وبين تركه إلا رياضة برئين بفكه وكما قال الداني إلا لمن تدبره بفكه فالفك يتدبر وتدبر الفك هو أن يعمل الرياضة مع الأداء الحركات في المطق نفسك كذلك يعني لو نظرت إلي وأنا أقرأها الآن سترى أنني شبه تبسمت في بعض الحروف وبوزت في بعض الحروف هذا ما نسميه في عرف التجويد التفخيم والترقيق ويكفرون انظر ويكفرون بما وراءه وهو الحق حركات الفم نفسها يعني لعل الإمام الطيبي أشار إليها في متن المفيد في علم التجويد وقال على أن هذه العيوب التي يعني يرتكبها القارئ بعدم رياضة الفكيني أقوى وأشد من اللحن الجلي لأنها تنتقس من ذات الحرف من جسمه لعل هذه هي المهمة في الآية ثم المهمة الأخرى وهو الإخفاء عند الكاف والتاء قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم النون مع الكاف والنون مع التاء اسمهما إخفاء حقيقيا حقيقي أي لا قلب معه يعني لا نقلب النون كاف ولا نقلب النون تاء إنما هو إخفاء على الحقيقة نخفي حرف النون ونعوض عن هذا الإخفاء بإظهار الصفة اللازمة له وهي الغنى من الخيشوم إن كنتم لابد أن يكون صوت الإخفاء هنا شبيه بالإظهار وصوت الإخفاء عند النون والتاء شبيه بالإظهار إن انظر إن كنتم مؤمنين إن يفترش اللسان في قاع الفم وينزل سقف الحنك الأعلى على أقصى اللسان وهو مخرج الكاف أك ثم نغن من الخيشوم إن كنتم النون من طرف اللسان وتمج شفتك إلى الأمان لحتى تحقق ضمة الكاف وضمة التاء إن كنتم مؤمنين ومؤمنين هو المد العارض للسكون وأحرص على إظهار النون ساكنة بلا تطنين فيها فمن عيوب نطق النون هو التطنين والتطنين هو أن تترك طرف اللسان في لحمة الأسنان العليا وهو مخرج النون فتخرج الصفة اللازمة للنون وهي الغنة نعم بل لك هذا الضوفة السيدة يعني فيه ناس أسمحوا لك إن كنتم مؤمنين مؤمنين دي هي تطنين أيوة نعم أطنين مع قلقلة يعني قرار مؤمنين دي تطنين أسمحنا كده مؤمنين نأديها نائك كده يعني تكون بيقلقالها أي نعم هذا خطأ يعني ده أوضيع ما يسميه علماء يعني إحنا كده انتهينا من الأحكام التجودية الموجودة في الآية الكريمة لكن عايز أسمع الآية الكريمة من دكتور السيد يعني إحنا عقبنا على موضوع الوقف والابتداء وقلنا أن ما ينفعش بها الابتداء في أول في محفل أو في القراءة لأنها وحدة متكاملة أين وتعطي معنى متكامل لبني إسرائيل فأنا أود أن أسمع من حراتك كما تفضلت بالإشارات التجودية الموجودة بنفس النمط ورياضة الفكيني ومخرج كل حرف المندي مخرجي وبعد كده نبقى نسمحها من ثلث الشيخ محمد وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل وإن كنتم مؤمنين ما شاء الله حاجة جميلة مع الدكتور السيد نسمع في الشيخ محمد الخولي ونفس الأداء كده والجمال وتبعا صوتك متميز وجميل تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم أغفت عليك باستماعينا مشاهدي الكرام لهذه الآية المبركة رقم 91 من سورة البقرة بصوت فضيلة الدكتور السيد محمد أحمد وفضيلة أيضا الشيخ محمد الخولي نأتي إلى ختام الفقرة الأولى من هذا اللقاء فكونوا معي حتى عودتي من الفاصل للتعرف على المقامات المسوقية لكن قبل خروجي إلى الفاصل أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور السيد محمد أحمد عضو لجنة مراجعة المصحف للأزهر السريف على هذا اللقاء أشكركم شكرا شكرا حضرتكم جميعا كما أرحب وضيفي الكريم الذي انضم إليه الآن وهو فضيلة الدكتور حسام ساقر المدر بضل الأبرة المصرية مرحبا بك يا دكتور هذا مرحبا بك كما وجدت الترحيب أيضا بفضيلة الشيخ محمد الخولي من يطبق معنا الأحكام التجودية ويقرأ لنا هذه الآيات الممتعة المباركة مرحبا بفضيلة أهلا بكم يا رشادي الكرام ما زلنا معكم في هذا اللقاء والآية رقم 91 وتكلمنا قبل نطلع من الفاصل عن أحكام التجودية وأنواع الوقوف والبدء بها هذه الآيات الكريمة دكتور حسام يعني إرائك تسمحها من فضل الشيخ محمد الخولي بطريقة المحافر يا مولانا وتفنم بقى كده وجسد لنا الآيات الكريمة ثم دكتور حسام يحلل بأي مقام قرأت اتفضل أعوذ بالله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم قل لي كده قتل حسامي للتحديد من أول قل فلم تقتلون أنبياء الله كان لازم تقولها من العجم العالي أمره بدأ بإيه هو بدأ من مقام الصباح كأنه بيستكمل قراءة قل فلم تقتلون أنبياء الله المفروض الجملة هنا جملة توبيخية نعم يعني زي تقولون ما لا تفعلون صحية قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين مع زي تقول النفس نعم طبعا النفس من المشاهد يعرف أنك أفلت سكتة يعني هنا لا يجب أنك لازم أنك تقفلها من الصفية لا أقفلها لأن هذه جملة توبيخية يعني أصدك حدك إراها ويجيب لها أفلة معلقة بالضبط لا أقفلت صفية يعني على حساب أنت طبعا عارف إحنا قلنا قبل كده في دقاء سابق وبذكر المشاهد الكريم أن الأفلة المعلقة بيوتة شعر بيها المستمع أنه ليس أختم القراءة بالضبط والأفلة المصفية أن أنا بسمع القارئ لكن أنا عارف كده أنه يختم الآية الكريمة مظبوط أو أن أنا بقرر معنى أو بقرر معنى نعم طب نتفضل يا مولان قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين طيب هي كتعايز ترتاح بس نفس على فكرة ممكن نتحايل عليها بطريقة أخرى نتحايل على مين على الآفل دي أو الجملة دي يتحايل في القراءة نفسها وفي التلاعب بالنجم يعني أنا دلوقتي بقول مثلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم أجي من أول قل فلما تقتلون عنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين وأقولها من مقام تان له التوبيخ ومن مقام تاني يكون أعلى صوتيا من المقام اللي أنا بقول منه طيب أنا هنا نقلت المعنى وخلت كمان النهر نفسه والتوبيخ في شدة بالضبط ليه التوبيخ ما بقاش في حنية ما بقاش في رحمة التوبيخ هو شدة يعني مثلا ممكن من نفس الموضع فضل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تكتلون أنبياء الله من قبل قل فلم تكتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين يا السلام وفتحت مجال للرصد الأعلى صوتيا أن أنا أكمل منه السرد من الولا قضي جاءك وموسى بالبيناتي ثم انتقلت محمد يعني هو المقصود من النغم ودائما بكرر هذا الكلام في لقاءاتي في بينامج مع كتاب الله للتأكيد المشاهد الكريم أن التجويد هو أهم حاجة عندنا صح ومن لم يجود القرآن فهو آثم أما ما نقوله من علم النغم والمقامات إنما هو محسنات لأصواتنا لكن أنت طبعا بتشعر بالفرق تشاهد دكتور حسام لما جاب التوبق بصوت عالي أنا شعرت نفسي وكشيت يعني اللي هو التكسير يعبر عن الناس صحيح تقرى بصلا دكتور حسام قال كده يال وإذا قيل لهم آمنون بما أنزل الله آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نعم برضو مقبول إنه هو من العجم العالي يرجع للصابة تاني على أساس أنه هيكمل من المقام لكن يعني أوفانا بالغرض لما طلع للعجم وإذا قيل لهم آمنون وإذا قيل لهم آمنون وإذا قيل لهم آمنون آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق قموا صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين تمام ده المعلّة المعلّة تم تسمعوا الأول المعلّق من الشيخ محمد الخولي كده الأول عشان ما يتلخفينش معنا برضو والمشاهد ما يتوش معنا انزل بطبق صوتك عشان نعرف أن صوتك ياريت يلا عشان المشاهد ما يتوش معنا برضو يلا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم كُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ وَاللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ تمام تمام يعني إحنا لو تلاننا في الحلقة أو من الحلقة الإفادة الجميلة أن إحنا قررنا دلوقتي وصورنا تصوير القرآني الجميل للمستمع يبعنا كده تمام قوي أشكرك فالت الشيخ محمد الخولي على هذا القراءة وعلى هذه القراءة كما تقدم في نهاية اللقاء مشاهدية الكرام بالشكر والتقديل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسام صاقر المدرر البطاري الأبرة المصري أشكرك على هذا اللقاء وأشكرككم مشاهدية الكرام على حسن المتابعة وأترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته